لا يبدو الطريق نحو الانتخابات في ليبيا سالكاً، فدونه عقبات ليس أقلها الجدل حول قانون الانتخابات بعد إعلان شخصيات مثيرة للجدل على شاكلة سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر ترشحهما لرئاسة ليبيا. لكن ذلك لم يمنع رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح من إعلان ترشحه ليكون بذلك الشخص الثانعشر الذي يتقدم للمنافسة على رئاسة البلاد. فإنني أعلن ترشيح نفسي لرئاسة الدولة وأكد على احترام الإعلان الدستوري، فهو الوثيقة الدستورية التي تحكم الملاد في هذه المرحلة الانتقالية. يعد عقيل صالح من الشخصيات المعثرة في المشهد السياسي الليبي، لكن سجل رئيس البرلمان لا يخلو من التهم أيضاً، فهو يواجه انتقادات بسبب تأييده هجوماً عسكرياً فاشلاً، شنته ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة عفتر في إبريل عام 2019 للسيطرة على العاصمة رابلوس بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني أنذاك. كما سبق وتعرض الرجل لعقوبات فرضتها عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقب رفضه الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، لكن العقوبات تم رفعها في وقت مباكر من هذا العام، مع إحراز تقدم في عملية السلام بعد تشكيل حكومة وحدة جديدة وتحديد مصار يقود إلى إجراء الانتخابات. قبل أقل من ستة أسابيع على موعدها المقرر، يبدو المشهد ضبابياً في ليبيا، حيث يشهد البلد خلافات حادة حول قواعد الانتخابات، ومن يحق له خوضها، والجدول الزمني، والأساس القانوني للتصويت. ويحاجج منتقد قانون الانتخابات الذي أصدره عقيل صالح في سبتمبر أنه تم بدون تصويت كامل أو نصاب قانوني، بالإضافة إلى أنه فصل على مقاصي أشخاص بعينهم. أما المدافعون عن القانون فيرون أن البرلمان أقره بصورة سليمة، ويتهمون منتقديه بمحاولة تأخير أو إفشال أول انتخابات في ليبيا منذ عام 2014.